لو في ناس بيعطينوا بشرتهم من الأول بيشربوا ما كتير بيحطوا سانس كريم بياخدوا أكل صحي زي الأكلات اللي حد نعضوا فاكل معلوماتية في أكلات كده معينة تحسن البشرة حيث اسمها مضادات الأكسادة تنع شخوة الخلالة بتحافظ بالحاجات الطبيعية منو هي في مرحلة عمرية سغيرة علشان ما توصلش هلجأ للعلم ده لأنا عايز أقول يعني هي حيثة ممكن قوي ممكن علامات تقلل ما تظهرش عليا بعد سن الأردين أو الخامسين أو الكلام ده كله لو كان بدايتي في مرحلة الشباب بأكل صحي بركز على مثلا مضادات الأكسادة زي الشال الأخضر السمودة الأفكادو فيه السمك السالمونكة أوميجا سري فيه أكلات كده معينة تخلي البشرة دايما في حالة ليونة ورونة أخسر المشكلة إيه يعني دايما بشرة الأفضل دايما لو طفل دايما أقولك إيه بشرة ممتلئة نعمة مالسا مالسا أنا لسا بقول سبحان الله ربنا يعني أدى كل حد فينا في مرحلة عمرية طبعا جمال البشرة كل ما بنجبر البشرة بتبقى جفة طبعا السمك الجلد بيقل معايا تبتدي السموية ترحولات تظهر التجايد الرفاية تبتدي تظهر الأول هي دي عوامل السن بس اللي هو إحنا لينا دخل فيها إننا نوصلها لمرحلة البهتان والتعب والإرهاب بقدرش وفي مرحلة ممكن يعني ممكن إحنا بنشوف شباب يمكن حضرتك ممكن شوف حد مثلا شاب أو صغير في السن تظهر عليه أعلامات الشيخوة بتظهر عليه بدري دا اللي بتعرض للشمس كتير اللي بيشعم سجال كتير جدا اللي تحت سترس كتير سترس بتعرض للشمس بيشم حاجات أنت اسموية توكسنز كتير معايا بأكل أكلات فيها أكلات برضو داسمة فيها سي مثلا بتشارع الناس يعني تعرفها مثلا مدات الحشرية المراوسات الخارجية تعرض لعوادهم السيارات كل دا بيأثر على البشرة ويزود حطة الشيخوة الخلايا نفسها فزي ما قلنا لو كانت البداية صح وفي عوامل الوقاية للبشرة دي من خلال الأكلات الصحية من خلال عدم تعرض للشمس كتير من خلال شرب الميا بياخد فيتامينات فيها مضاد الأكسادة كل دا بيحمي للمسابة بعد كده وشيطة ماينا اللي انت بتخزنيه في الأول معايا بتاخدي ماينا يبنى بتخزنيه بتخزنيه تخزنيه